القبائل معروفة إما قبائل متكتلة في مناطق مختلفة وكل القبائل عندها مثلاً ثلاثة نيعقوب عندها تيد ليبيا كانت تواجد الطائفة العبرية واليهود المغاربة هناك فكيف تشكيلها ديال المغاربة اللي متواجدين على مستوى البنيات الجماعية والمستوى القبائل كيف تقسموه وشكينش تقسيم أو تختاع أنتربولوجيا للسكان؟ القبائل عندها حضور طبعاً ولكن وقع تحولات في التاريخ وقع كثير من التحولات والتصهور والتقاروب معروفة في تاريخ المغرب عدد من القبائل الجنوبية صار جزء منها في الشمال وغيره إذن لضرورات دعت إليها الدولة في بعض الأحيان لأن هناك القبائل الجيش على سبيل المثال الودايا؟ الودايا وغير الودايا الجيش هو غير نظامي لكن يكون له قبيلة متحالفة مع الدولة ولها وظيفة عسكرية لها عسكري الدولة نعم لها وظيفة عسكرية أو ميليشيات نعم لها وظيفة عسكرية لا أبداً لا أبداً هي قبائل تقوم بدور دفاعي في مناطق خاصة قد يحددها المخزن ويقتطع لها أراضي وهذا المخزن يوجد أراضي السلالية وغيرها فعدد من المناطق التي كانت عواصم أو المدن أو كده كان يسكن جزء من القبيلة أو السكان يصبح جزء من ذلك المجال أيضاً ولكن الوظيفة ديالها التي تكون هي وظيفة أمنية وعسكرية مثل الودايا على سبيل المثال الودايا كانت في الرباط وكانت في الجنوب وكانت في الجنوب على سبيل المثال بين كناس وفاس وقبائل أخرى وهكذا دوليك لأن لتلافي مثلاً الهجوم على المدينة لتلافي فالدال يكون هذا القضاء بمعنى المنطقة الحوز خضعت أيضاً إلى عدد من التجادبات التاريخية وكذلك ولكن ما فعل فعله أيضاً في تاريخ المغرب هو المجاعات أيضاً منسوش المجاعات والظروف التي كانت قاسية هل عام البون مثلاً؟ عام البون هذا كان عابر في وقت من الأوقات عام البون لا يعني أن الجفاف كانت هناك الخيرات لكن الخيرات كانت ترحل إلى الجيش الفرنسي وإلى المساهمة في مجهود الحربي ولكن كانت هناك آفات الجرد كانت هناك آفات المجاعة كانت هناك آفات كثيرة وكبيرة جداً لدرجة أن يكون هناك نوع من الصراع داخل المجال وفي حديداته وكانت أيضاً هناك مثلاً نزوحات من القبائل وهذا حصل في منطقة الحوز وفي غير منطقة الحوز ولكن منطقة الحوز بقيت رغم ذلك محافظة على الخصوصيات ديالها وكما ذكرتم في البداية أن مدينة مراكوش لعندها امتداد تاريخي قوي جداً هذه الامتداد كان فيه نوع من تماجج وانصهار بين عدد كبير من القبائل داخل هذه المدينة الكبيرة بالنسبة للطائفة اليهودية اليهود المغاربة هم جوجة من الشعب المغربي جوجة من الشعب المغربي لعندهم قمى قبل دخول الإسلام يعني من البداية يعني الفترة التي دخلت فيها الديانة المسيحية على سبيل المثال فلذلك على الأقل ما قبل ذلك قبل دخول الإسلام يعني نقدر أن نحسبه ب 15-20 قرن من الوجود العبري أو الوجود الطوائف التي كانت يعني جزء من القبائل الأمازيغية وجزء من القبائل السحراوية وعندهم موجودة وعندهم يعني تركوز في بعض المناطق أكثر من غيرها فيمكن من منطقة إلى منطقة إلى منطقة إلى منطقة إلى مناطق إلى مناطق إلى مناطق إلى مناطق سحرا كلها كانت فيها عدد المجمعات التي هي الطائفة اليهودية وكانوا يقومون بأدوار ويتكلمون لغات البلاد وكل شيء لا فرق بينهم وبين إخوانهم الأمازيغيون والمسلمين إلا في قضية الدينية المسائل الدينية التي بقي يعني المغرب كدولة وكذا احترموا ديانة الآخرين واحترموا قواعدهم وكذلك ولكن كان هناك انصهار كبير بالنسبة للطائفة وهناك من تحدث عن ذلك على سبيل المثال إلى حدود الخمسينات القرن الماضي قبل النزوح قبل النزوح الطائفة اليهودية هذه الطائفة اليهودية هناك الطائفة اليهودية أو الطوافة اليهودية القديمة والتي نعتبرها أمازيغية وجزء من المجتمع المسلم الأمازيغي في الجنوب وهناك الطوافة التي رحلت مع الأندلسيين يعني الأندلسيين لما نزحوا إلى الضفة الجنوبية وكان المغرب استضاف يعني الجزء الأكبر من النزح الأندلسيين في المغرب كان هناك المغاربة كان لهم الأندلسيين المورسكيين اليهود والمسلمين على حد السواء نعم السفارات نعم السفارات ولكن من بعد سيقع عن السهار وتقارب بين المجموعة أو الطائفة اليهودية المحلية نعتبرها محلية أمازيغية إلى أخيره والطائفة الأخرى التي كانت أوفروا حدا من الصناع ومن العلوم وأكثر مدنية ومن العلوم العنصر المورسكي كان ميسور شيئا ما وعنده حض من ثقافة أكبر ولكن هذا كله تفعل مع المجتمع المغربي وأعطى يعني المغرب بواحد رفض جديد لأغنى الثقافة المغربية